السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرحب بكم من قناة الكوت الفضائية أهدى تنظيم داعش أمهات اليمن في عيدهن باقة ورد دامية عندما اختار مهاجمون انتحاريون توقيت رفع أذان الظهر من مآذن صنعاء ليكبسوا على زر التفجير ويخطف من المحراب أعمار نحو 150 مصليا غير مكترثين بتكبيرة الإحرام ولا بحرمة بيوت الرحمن ولا بدماء الأبرياء من المسلمين الذين سعوا إلى ذكر الله عندما نودي للصلاة من يوم الجمعة ولم يتأخر تنظيم داعش في تبني الجريمة التي ارتكبها في المسجدين وقتله الشيخ مرتضى المحطوري أحد أبرز الأركان العلمية والفقهية في اليمن التي تصدت للتكفير وواجهة الانحرافات الفكرية للمجموعة المسلحة التابعة لتنظيم القاعدة أو التي ولدت من رحمه كتنظيم داعش وتنشط قتلا وفسادا في بعض المحافظات وتسعى إلى نشر الفوضى في البلاد واستنساخ الحالة السورية في اليمن هجمات داعش تأتي في إطار نسف الحوار الجاري بين المكونات السياسية لإنتاج السلطة وفقا لمخرجات السلم والشراكة وما نصت عليه المبادرة الخليجية كما تهدف الهجمات الانتحارية إلى أحداث شرخ بين الشمال والجنوب وتسعير الفتنة بين أبناء اليمن الواحد وتعميق الخلاف بين عدن وصنعاء حركة أنصار الله التي يتزعمها السيد عبد الملك الحوثي استوعبت الضربة وتمكنت من احتواء غضب أنصارها في العاصمة وبقية المحافظات واتخذت تدابير أمنية في صنعاء ودعت القوى والأحزاب إلى مواجهة قوى التكفير والظلام كما ناشدت الدول العربية إلى المساعدة في كبح جماح الإرهاب التكفيري الذي يسعى إلى ضرب وحدة اليمن وتقسيمه إلى الدولات قبلية حتى تتمكن داعش من أعلان دولتها مجزرة ارتكبت تنظيم داعش بحق مصلين في مسجدين بصنعاء أصفرت عميات الشهداء والجرحة وفجر أربعة انتحاريين أنفسهم في أربع تفجيرات انتحارية استهدفت مسجدي الحشوش وبدر واست العاصمة اليمنية صنعاء أثناء صلاة الجمعة بعد أن تمكنوا من دخول المسجدين مما أدى إلى سقوط أكثر من 140 شهيدا بين المصلين إضافة إلى أكثر من 350 جريحا شهود عيان قالوا إن انتحاريا فجر حزاما ناسفا بين الأشخاص المكلفين بتفتيش المصلين في مدخل جامع بدر فيما فجر آخر نفسه وسط المصلين في الصف الأول في الجامع مما أدى إلى استشهاد العشرات في المسجد بينهم العلامة الديني المرتضى المحتوري إمام جامع بدر مسجد الحشوش شمال شرقي صنعاء شهد بدوره تفجيرين انتحاريين داخل الجامع وفي بوابته بحزامين ناسفين كان يحملهم انتحاريان وفي محافظة صعدة فجر انتحاري نفسه عقب اكتشافه وضبطه على بوابة مسجد الإمام الهادي أثناء صلاة الجمعة إلى ذلك خرج عشرات الألاف من اليمنيين في مسيرات حاشدة في ثلاث محافظات هي صعدة والحديدة وذمار رفضا للاغتيالات والإثارة الحروب والنزاعات ونددت المسيرات التي دعت إليها لجانا الثورية العليا بجريمة اغتيال الصحفية عبد الكريم الخيواني وطالب المشاركون فيها بسرعة ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة كما أكدوا استمرار الثورة حتى استكمال جميع أهدافها مؤكدين رفضهم جميع أشكال التدخل الإقليمي والدولي في الشأن الداخلي لبلدهم بموازات ذلك سيطرات اللجان الشعبية الموالية للرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي على مبنى الأمن المركزي في بلدة الحوطة في محافظة لحج اشتركوا في القناة